وفي ذات السياق دعا غبطة باتريارك المدينة المقدسة للروم الأرثوذكس دي أوفلوس الثالث جميع المسيحيين إلى المشاركة والانضمام لصلوات عيد الفصح المجيد مبينا بأن الصلوات ستقام من أجل السلام والمصالحة بين الأمم وقال في ندائه دعونا نصلي إلى الله راعين الصالح ليقود العالم إلى السلام وختم غبطته النداء من الكتاب المقدس للقديس بولوس حيث قال فأطلب أولا كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس لأجل ملوكي وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار